أهلا وسهلا بكم عام سعيد عام جديد لكل الوطن العربي أعمى توقعات لليمن عن سيدة التوقعات ليلى عبداللطيف للعام الجديد 2023 بتمنى لأول مرة بتشاهدوا قناتي ما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان نكون عيلة واحدة لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش باللايك بتقول عن اليمن سيدة توقعات السلام والأمل ينطلق من جديد من ولي العهد محمد بن سلمان لمرحلة أخيرة من حل النزاع وتسوية شاملة للمصالحة في اليمن حكومة في اليمن هتكون وحدة بتجمع كافة الأطراف والقيادات اليمنية ساحة اليمن هتشهد دور كبير لنجل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بتقول أن السنة دي هيتم حل المشاكل في اليمن حسب توقعاتها وحل النزاعات وحل الحروب والأزمات وهيكون السعودية لها دخل كبير في حل المشاكل الداخلية في اليمن وابن الرئيس السابق هيكون متصدر الواجهة في اليمن اليمن بتقول أنها تكون تحت حكومة واحدة موحدة مش زي ما احنا شايفين تقسمات وزي ما العديد بيتوقع اليمن أنها تتقسم كل عام اليمن وكل الأمة الإسلامية والعربية بألف ألف ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة